النجم الليبناني بباسكال مشعلاني بدي رحب فيك عبر موقع الفن من فترة رح تغنيت عبيروت الغنية الكتير حلوة اللي بيجي معتين واسبوعين أنا اليوم طلعت عاليوتيوب جابت مليون مشاهدة تخطط المليون صار للصبح كانت مليون هلأ تكون تخطط المليون فكيف عم تلاقي هالأصداق الناجحة والحلوة لك كتير سعيدة لأنه أنا من كل قلبي غنيتها لبيروت حسيت أنه هلأ لازم غني لبيروت اتغزل بمناطقه بشوارعه هلأ بيروت بدييني غنيله يعني جيت قرر شو بدي غني بالصيف قلت شو حب غرام قلت له لأ بدي اتغزل ببيروت بالحمراء وبصيدة وبزحلة وبالبردوني والجميزة وسعيدة لأنه أنا اللي حسيته أنا عطيت الفكرة هيك شوي بالكليب بدي باس و بدي يلبسوا مناطق زياد خوري طلع بكتير حلو ملحم عامل لحن رائع وقل أشعر كتب حلو كمان فمبسوطة لأنه من كل البلاد اللي اغتيرهم عم بدي أقولي يعني من المغرب من من أمريكا من أستراليا من فازو نزلين عبيروت هذا الشي خليني تكون كتير سعيدة إنه حسيت بشي وصل للناس لأنه تاري هلأ بدون الناس إنه نتغزل ببيروت شفنا بالفيديو كليب زوجك الملحن والموزع ملحم أبو شتياد وكمان ابنك إلي يعني شارك ابني وملحم مع أنه ملحم ما كان بده آخر نهار رحمل بروزة بيروت أنت أنا عطيون ولا؟ لا أنا أنا لملحم قلت له إيه أو شي ما بده آخر نهارت له اسمع مني سولو أنت عين له بلوزة بيروت لا هيك حلو رجعت أنا عمينه لك شطول حلو لله لا هو إجا حامل العلم مبسوط عم تركناه متل ما هو عم بيعمل لاحظنا إنه كانت يعني مشاهد عفوية عفوية جدا والفانز الموجودين وأنا طلبت كل واحد يلبس بلوزة منطقة وفي كتير فانز كان بعبدون يجوا بس أنت شايف الباس كتير صغير يعني ما بيساع أكتر من عشر اتناشر شخص ورقصنا ومبسطنا متل ما نحنا شفتونا نحنا هيك كنا عم نسور الحمد لله وصلت الفكرة بدنا نحكي شوي هيك بعيد عن الكليب أي أنت ما نرجع نشوف باسكال مش عليني بغنية متل بحبك أنا بحبك هاي الغنية المفضلة عندي والمميز أنت فيه نس بحبه نور الشمس فيه نس بحبك فيه نور الشمس فيه فيه نس يمدكدة كتير فيه نس دخيله قال كل واحد شي بس بقيلول لح يكون فيه أغني لبنيني كتير حلوة زيت الروح الموسيقى بس عغرام غرام 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 ليوم الغرام يعني آخر شي بدي يقلو بالأرض قد ما عملي غزل وحب للرجل وموسيقى مبدع فيها وعملي فكرة جنون فيها كمان قريبا جدا اللي حصورها أنت كمان قريبا من الفناني الشيرين عبدالوهاب كانت في فترة قراب من بعض صار معها أزمة مؤخرا السيطة هي وزوجة أو طليقة ما حدا بيعرف الفناني المصري حسام حبيب فشو كان فيه تواصل بيناتك وشو كان بحقيقة الموضوع بس أنا الشيرين بحبها كتير والتأينا بيكان وإنساني كتير طيبة من جوة عسل صراحة بتمنى لها كل التوفيق وترجع تعيش حياته وتنطلق ما في شي بالحياة بيحروز بحبها كتير ما فيه إلا شي هي بتعرف أكيد شو لزم تعمل شو تعمل يعني اللوك اللي عملته شو رأيك؟ ولا أنا بحب جرأته أنا بقولي بحب جرأة بحب حدا هيك يشيل شعاره يترك حيله عادي أنا من النوع اللي شوية مش جريئة بهالقصص أنا بخبي جوة والبيخبي جوة بيطعب اللي بيبين بيحكيه بيشعاره بكذا أحلى طلعتهم حلو شو ما تعمل كمان هي محبوبة يعني ما علي أنا بحبها شو ما تعمل شيرين عبدالوهاب صاحبة الإحساس العالي نجمل عن جد هيك نفسيتها طيبة وحلوة وعفوية أنا لما تعرف عليها كتير كتير مش معقوش وما هدو مش قريبة من القلب اليوم كيف تقييمك للغنية اللبنانية؟ كيف تقييم الغنية اللبنانية منيح حلو الكل عم بيغني لبناني والكل اللبناني اللي عم بيغني عم يجح كتير بره أنت بتعرف يعني بوانسر بحبونا باللبناني تونس بحبونا باللبناني جزائر بحبونا باللبناني العراقية بحبونا باللبناني لأنه هن عندهم ببلادهم الناس عم بتغني لهجتهم فأنا حس إنه هلأ كتير لازم نكتر لبناني بهالوقت لأنه هلأ بيروت تعبين وهلأ بحاجة لأصواتنا ترن وتلعلع ونغني لها وفي شي براسك كمان أنه ارجع غني شي للبنان بس بطريقة غير لمناطق غير لأنه هلأ بيروت بدنا نغني لها وهلأ لازم المغنى اللبناني يكون للبنان ولا بيروت طيب بدنا نحكي كمان عن موضوع الانتخابات من فترة مثل معرفنا أنك رحت مرسة حقك بالاقتراع أول مرة بانتخاب فليه أول مرة؟ ليه ما كنت من الزمان تروح تنتخب؟ لأنه حسيت أنه يا عمي لازم بلكن إذا أنا نزلت التخبت بيتغير شي يعني فأنا بعد متفائلة حبيت انتخب حبيت فرج ابني أنه تعطي نشوف كيف بينتخبه أيام قبل أنك يكون مسافرة ما كانت وحسيتها المرة أنه لا لازم ننتخب لازم ننتخب ناس جديد ناس فيه فيه روح جديدة فيه كذا وإن شاء الله يا رب أنا إحساسي بقول أنه على سنت الجديدة فيه هيكي فيه تغييرات فيه البناء الرجع بقوة فيه شي ما بعرف هيك أنا حاسي شو رأيك بنتاج الانتخابات؟ خيبة تظنك؟ فيه شي ضلت متل ما هي ما فيك انت ما فيك تجي بوضع تشيل كل شي تغيره بسوانش وذا كتهد الدنيا يعني تطلع بيبي فيه شي تغير كتير وصوري فيه شي تغير أربعين خمسين بالمية وفيه شي ضلوا متل ما هو بس هل ثلاثين أربعين بالمية يعني من بالقبل كان ينزل يحكي شو ما بده من إن كانوا ديمقراطيين أو إن كانوا مستقلين فيه ناس فيه توعية عم بيحكوا بثقة عم بيحكوا بي لا أنا بلايه إنه فيه تغيرات كتير يعني فيه بس إنه بالنسبة لنحنا اللي بدنا تغير شامل لا ملاح تصيرها على فترات يعني صار فيه واع عند العالم صار تعرف العالم إنه مين إزاهون مين سرقون مين عاملون صار فيه واع كبير راح نرجع شوي لهيك الموضيع الفني وللبرامج من شهر تقريبا جعت شفتلك فيديو انتشر على موقع التواصل فيديو ضرب كان بمصر تبع السينة؟ تبع السهرانيين؟ لا كان فيه موزيع وعم يستفزك قد ما فيه كان عم يستفزك آه قديم كانت الكاميرا إيه كانت كتير قديم بس هلق رجعت انتشرت والعالم عم ترجع تعلق عليها من أول جديد شو ما عرفني بفوق علي يمكن هدا كانت الكاميرا كان قديم آه مبعث من كم سنين وش عاش سنين أو أكتر خمسة عشر وثلاثة عشر وما زفوط وما قدر يعني ما قدر استفزني هو يعني آخر شي جنس ظالم يوقف التصوير بالآخر آه قليل أنا يعني الكاميرا الخفية أنها تثبت معي قليل جدا هيك قصص تنزاجي لما ترجع تنتشر ولا عادي صفا أنا فنانة ملك كل الناس فين يعيدوا البدونية البرامج فين يحضروا البدونية آه فخورة باسمي الحلو بالبنانيت آه يحطوا البدونية يوم بسطوا المهم أنا أعطيهم البهجة والسعادة والفرح ما عنده مشكلة طيب اذا انترح عليك تكوني ضايفة ببروغرام او ينعمل فيك ضرب تقبلي او لا يكون ضرب متفق على على طول لا بصارت مرة لما عملوها معي في بجزين بديك تفوتي عند ناس يعني خير واطفال وتعمليون وهاني رمز الفنان المهضوم بحضر لي مقلب انه ملحم معه عادة انا فت عند الولاد وكل شي عادة وصورت معه بعد نقلولي في لقطة بتطلع بالسيارة بتمشي شوية سيارة انا اخذيك لوحدي هلا قطل طلعوني بالسيارة كبوني بالويدي صر تصرخ واعمل هلا بعد خمسة دقائية قلت وينه ملحم قلت اكيد هادي كاميرا خفيه صر تقلنوا وقفوا هادي كاميرا خفيه يعني نزعتلونيها بس اكيد شلوه ونوكملوها بحاول قد ما فيه بالكاميرا خفيه انه لقوه استفز يعني بس ايام بتصير من فترة عملت مقابلي مع الفنان المصري عصام كريكا لقوي كان حاكي قبل يعني عن برامج رامز جلال انه هي مفبرك رجعت اكدلي بالمقابل انه هي فعلا مفبرك وسألتوا اذا زع الرامز او لا قال لي لا عادة اللي بده يزعب شو رأيك بالضيوف اللي بيشاركوا ببرامج رامز جلال وبيعفوا اني بكونوا على دراية انه هيدا مقلب ليك صراحة ما في شك انه قبل كان يضحكوا كتير مهضوم رامز جلال واللي عم بيعملهم مش مجنون يعني عن جاد بس في اشي انا ما بتحملها وفي انا بزعى الايام لمنس كبار بالعمر يعني بشوف حدا عمره سبعين ستين بيكبوه بالنهر بيكبوه من التيارة ما هلقاد يعني ما بفتكر حدا عارف يعملها واللي عارف بده اوكي بس اذا حدا ما عارف فيها اذا يعني ممكن تعمل شوك انت ممكن يصير لك شي يعني وهلأ اخر شي عم صرت عم بحسة انه خلص لازم يطلع بشي غير لانه هو شاطر ومبدع صراحة لازم يفكر عشي غير يعمل شي ما بعرف مش هلقادة تخويف مش هلقادة يعني فيه اذا عزمك ما بطلب الدعوة اذا هيك فيه لا اكيد لا لانه لا انا مع الحيوانات لا انا بالتيارة ولا انا بشيها وكلهم بخاف منه اكيد لا 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 اذا قالك مقلب طريف وهيك مسالم شوية مسالم وطريف ايه بس حيوانات طيران بحور نهور لا احكيد لا النجمة باسكال مش عليني انا بدي اتشكريك بدي اتمنى لكل طوفي والنجاح من خلال موقع الفن بسي ولموقع النشر الفن دايما انتم واكبيني وموجودين معي مرسي كتير لالكم بحبكم تير لمعرفة كيفة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد موسيقى 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 موسيقى